يعطيكم العافية سادس اليوم رح نبدأ بدرس التحويل بين العبارات اللفظية والتعبير الجبرية درسنا اليوم رح نحكي نرجع على مفهوم التعبير الجبري زي ما شرحنا بالحصة السابقة التعبير الجبري هو التعبير الرياضي الذي يحوي على ثوابت ومتغيرات ورموز للعمليات قد يحتوي التعبير على متغير واحد أو أكتر كيف يعني؟ حكيت لك هو عبارة عن تعبير رياضي بيحتوي على ثوابت وحكينا الثوابت هي عبارة عن الأعداد أي عدد ممكن أنا أحطه فيه عمل مسألتي بيكون هو عبارة عن ثابت ومتغيرات حكينا هي أحد الحروف اللي بنستخدمها سين صاد عين لام أي حرف أنا بدي إياه عين لام سين صاد هي عبارة عن متغيرات والثوابت هي عبارة عن الأعداد زي لما كنا نحكي مثلا سبعة سين حكينا سبعة هو ثابت والسين هي عبارة عن متغير طيب ورموز للعمليات شو يعني رموز العمليات يعني أنا بدي أستخدم العمليات الحسابية إما الضرب أو القسمة أو الجمع أو الطرح هذه عبارة عن العمليات لأني أستخدمها بالتعبير الجبري طيب قد يحتوي التعبير على متغير واحد أو أكتر يعني إحنا صلنا نحكي ممكن أن يكون نفس المسألة الموجودة عندي سين وصات ممكن يكون عندي كلام وعين سين وعين يعني أكتر من متغير أو ممكن يكون عندك متغير واحد إذا كان في عندك متغيرات مسألتك راح تسميه أنت تعبير جبري خلينا نشوف النشاط رقم 1 وهو صفحة 121 بحكيه للنشاط نربط هلا بين التعبير الجبري والتعبير اللفظي الموجود أمامنا يلا يا سادس أول شغلة قبل ما نحكي عن هذا النشاط فيه عنا كذا معلومة بدي أعطيكم إياها أخذناها سابقا لما كنا نحكي يا سادس على شغلات كنا نأخذها إحنا بالخطة التقريبية من السنوات السابقة أعطيكم إياها أنا لما تسمعوا كلمة عنا مضاف إليه أو مثلا مجموعة لما تكون عندك لما أجي أحكي لك أضفنا إلى هذا العدد أو جمعنا شو بخطر لك العملية لأنا راح أستخدمها أكيد راح يخطر لك أننا راح نستخدم عملية جمع طيب لما أجي أحكي لك في كلمة مطروح منه أو كلمة الفرق لما كنت تحكي بدي أطرح من هذا العدد أو بدي أوجد الفرق بين هدول العددين شو بخطر لك العملية لأنت فورا هتستخدمها عملية الطرح طيب بأجي بحكي لك بدي أوجد أنا مضروب فيه مضروب عدد مضروب فيه طيب أو أمثال أو نأخذ كلمة أمثال العدد أو أضعاف العدد هاي الكلمات شو بتدل عليها؟ بتدل إنه أنا عني عملية ضرب إذا شفت كلمة مضروب فيه أو أمثال العدد أو أضعاف العدد فورا نرجع إلى عملية الضرب طيب مقسوم عليه؟ أو مقسوم فيه عفوا مقسوم عليه؟ راح تكون عندك عملية القسمة هاي المعلومات لازم تكون أنت عارفها يا سادس لأنه هلا راح نستخدمها خلال درسنا يلا نرجع على النشاط اللي أمامنا أنا عندي التعبير اللفضي بحكيلي عدد مضاف إليه ثلاثة هلا كيف نحول هذا التعبير اللفضي إلى تعبير جبري باستخدام الرموز والثوابت؟ أول شغلة شو بيحكيلك أنا في عندي عدد مش معروس شو هي أضفت إليه ثلاثة العدد اللي أنا بديه ممكن تستخدم له أي متغير أنا بدي أحط عندك سين شو أضفت عليه ثلاثة زائد ثلاثة ممكن حدي حط يحط صاد ممكن حط يحط لام ما في مشكلة عدد مطروح منه ثلاثة أنا عندي عدد وطرحت منه شو ثلاثة يعني ده فيه تحكيلي هي عمس هي عندي العدد اللي أنا طلبتيه وروحت أنا طرحت من هذا العدد ثلاثة إذن سين ناقص ثلاث طيب اطلع عندي على التعبير الجبري ثلاثة ناقص سين كيف بدي أعمله بتعبير لفضي؟ بدي أحكي إنه أنا عندي ثلاثة ثلاث مطروح منه قديش عدد ما أنا ممكن أحكي هي إنه هي عندي العدد ثلاثة طرحت منه أوش شو عندي عملية طرح وحكيت لك بالطرح بدك تستخدم كلمة يا مطروح منه يا الفرق يعني هاي الكلمات أنا ممكن أستخدمها إذا كانت عندك عملية الطرح فبتحكيلي ثلاثة مطروح منه عدد ما هاي ثلاثة وطرحت منها عدد ما مشهول سين زائد صاد هون شو من نحكي؟ إنه أنا في عندي عدد ما عندي عدد إشارة الجميع شو كنا نستخدم لها؟ يا إنه مضاف إليه أو نجل نحكي مضروب بما أنه أنا عندي عددين متغيرين دك تحكيلي إنه أنا في عندي عدد مضاف إليه عدد آخر هاي عندي عدد مش معروف من هو سين هاي سين أضفت إليه اللي هي عملية الزائد عدد آخر اللي هي الصاد سين تربية شو يعني سين تربية؟ إنه أنت عندك أصلاً هون سين ضرب سين حكينا لما نيجي على التربية اللي هو أنت بتضرب العدد في نفسه سين ضرب سين اللي هي سين تربية طيب هون إحنا شو من نعمل عملية الضرب؟ إذن شو بدك تحكيلي؟ أو إنه هاي أصلاً هي عمارها شو؟ سين تربية إذن أنا عندي مربع عدد ما ممكن تحكيلي سين تربية أو ممكن تحكيلي تفكها زي هي وتقول لي في عندي عدد مضروب في عدد آخر يعني هون عندي سين في سين سين تربية أو ممكن هون تلجأ لأنها هي أصلاً تربية تحكيلي هو عبارة عن مربع عدد ما طيب سين تقسيم اثنين شو هي السين تقسيم اثنين؟ شو اللي يعني كنا نستخدم في عملية القسمة؟ العبارات ممكن أحكيها اللي هي عبارة عن مقسوم نيجي منحكي عندنا عدد هاي العدد اللي هو سين مقسوم على اثنين إذن تحكيي لعدد مقسوم على اثنين الجذر التربيعي للعدد سين شو هي إشارة الجذر التربيعي اللي أخذناها؟ إشارة الجذر التربيعي زي هيك طيب شو العدد الموجود تحت الجذر اللي هو سين؟ إذن تحكيي للجذر التربيعي للعدد سين هاي التعبير اللغضية والتعبير الجبرية سبق واخذناها بالصف الخامس بس إنه لازم يتميز إنت بين العبارات اللي أنا ممكن أعطيك إياه مضاف إليه مطروح منه مضروب فيه مقسوم هاي الشغلات لازم تعرف تميزها ومدك تحطها ننتقل إلى المثال الأول صفحة 122 من المعلوم أن نهر النيل أطول نهر في العالم وهاي معلومة لازم نعرفها إنه نهر النيل هو عبارة عن أطول نهر في العالم فإذا دل الرمز صاد كيلو متر على طول نهر النيل إذن بيحكي لي طول نهر النيل يا سادس هو عبارة عن صاد كيلو متر يعني مش معروف لسه معطاني الطول وعلمت أن طول نهر الأمازون 6400 كيلو متر إذن معطيني هون طول نهر الأمازون هو عبارة عن 6400 كيلو متر أكتب تعبيرا جبريا يدل على الفرق بين طيب كلمة الفرق بين بيدل على إنه أنا بدي أعمل عملية جمع ولا بدي أعمل عملية طرح ولا ضرب ولا قسمة الفرق هي عبارة عن عملية طرح هي أنا عرفت شو هو الرمز اللي أنا رح أستخدمه مش حكينا الرموز هي عبارة عن عمليات حسابية إذن الرمز اللي أنا رح أستخدمه اللي هي عبارة عن عملية طرح طيب هلأ شو هو التعبير الجبري رح نحن نكتبه من هون أول شغلة أنا بدي أوجد الفرق اللي هو أنا بدي أحط عملية طرح بدي أطرح طول نهر النيل من طول نهر الأمازون ولا طول نهر الأمازون من طول نهر النيل هلأ ببعنه هو حكالي الفرق بين طول النهرين ما ميز لي من الأول أنا بدي أرجع على السؤال وبيحكي لك إنه نهر النيل أطول نهر بالعالم يعني أنا رح أغلي نهر النيل بالبداية بما إنه هو أطول نهر بالعالم إذا بتحكي لي طول نهر النيل طول نهر النيل ناقص طول نهر الأمازون أديش طول نهر النيل مجهول مش معروف عندي ناقص طول نهر الأمازون اللي هو 6400 كيلو متر إذن هنا رح يكون عندي التعبير الجبري اللي هو صاد ناقص 6400 نشوف سؤال الأول صفحة 122 لدى خالد لام حقيبات سفر ولدى هاني 7 حقائب سفر فما عدد الحقائب التي لديهما معا؟ بيسألك ما عدد الحقائب اللي عند خالد وعند هاني يعني إنت شو بدك تعمل عملية جمع بدي أجمع الرمز اللي عندي عميز جمع بدي أجمع الحقائب اللي مع خالد والحقائب اللي مع هاني إذا نحتحكي لي هون الحقائب لدى هاني أو خالد زائد الحقائب اللي بيمتلكها ميا هاني طيب هلا أديش الحقائب اللي موجودة عندي مع خالد اللي هي لام مش معروفة عندي طيب أديش زائد نزلتها قدش الحقائب الموجودة مع هاني اللي هي سبعة إذن التعبير الجبري الموجود عندي هو عبارة عن لام زائد سبعة هون ما بادر أوجد قيمة لأنه في عندي متغير ومش معروف شو قيم في متغير ما تانيها بالسؤال لو حكالك إذا علمت أنه لام تساوي خمسة لام تساوي اثنين بتعوضها وبطلع معك عدد الحقائب اللدى هاني وخالد لحد هيك أنه أنا طلعت عندك التعبير الجبري التعبير الجبري للسؤال الموجود عندي اللي هو لام زائد سبعة ننتقل على المثال رقم اثنين صفحة مية واثنين وعشرين بيحكي لك المثال مربع طول ضلعوسين اكتب تعبيرا جبريا يدل على مساحة المربع ومحيط المربع كل آياتنا بنعرف يا سادس إنه في عنا شغل لازم يعرفها إنه هاي المربع والمربع جميع أطوال أضلاعه متساوية أنا هاي عندي مربع من الداخل هي عبارة عن مساحة والإطار هذا اللي باللون الأحمر أنا رح أسميه عبارة عن محيط هذا بسميه أنا محيط المربع هايو هذا كل اللي باللون الأحمر هو عبارة عن محيط والمن الداخل بسميها مساحة المربع طيب جميع أطوال أضلاع المربع متساوي يعني إذا هنا أنا طول الضلع عندي خمسة باقي الأضلاع كلها رح تكون عندي خمسة إذا كان سبعة كل الأضلاع رح تكون عندي سبعة نتذكر مع بعض مساحة المربع مساحة المربع اللي هو طول الضلع ضرب طول الضلع أو منحكي عنه الضلع تربيع طيب شو بيحكي لك هون بيحكي لك طول الضلع سين أنا مش معروف شو طول الضلع سين ضرب سين شو بنحكي عنها سين تربيع سين ضرب سين سين تربيع سين ضرب سين سين طبعا هون لسه ما أخدتوها القوة واحد نحكيه بنجمحها واحد زائد واحد بتطلع عندك اثنين المهم سين ضرب سين اللي هي سين تربيع أو ممكن تحكيلي إنه مساحة المربع اللي هو عبارة عن طول الضلع تربيع اللي هي طول الضلع عديش عندنا سين بتطلع عندك سين تربيع هذا التعبير الجبري الأول لمساحة المربع نيجي على محيط المربع اللي هو حكينا عنه بالإطار الأحمر محيط المربع أنا كم ضلع عندي للمربع هو عبارة عن أربع أضلع أربع ضرب طول الضلع طيب أربع نزلها ضرب طول الضلع عديش مش معروف عندي هاي الخمسة أنا حطيتها من عندي عشان أفهمك أنه جميع أطوال أضلع المربع متساوية طول المربع اللي عندي طول الضلع الواحد سين مجهول كلهم سين مش معروف عندي إذن أربع ضرب سين وحكينا إذا كان عندك ثابت مع متغير بناتهم إشارة ضرب ممكن تكتبها بالطريقة الثانية أربع سين يعني يابتين كتب هاي الطريقة يابتين كتب هاي الطريقة بالحالتين صح إذن التعبير الجبري لمحيط المربع أربع سين ومساحة المربع التعبير للجبري إلوه سين تربية ننتقل إلى مثال رقم 3 صفحة 123 تتقاضى مريم أربع دنانير عن كل ساعة عمل نيجي على مريم وتتقاضى علياء ست دنانير عن كل ساعة عمل يعني عندي مريم وعندي علياء واحدة بتأخذ أربع والثانية بتأخذ ست دنانير إذا علمت أن كل منهما عددا من الساعات بتعمل كل واحد منهم عدد من الساعات أكتب تعبير جبري يمثل ما تتقاضاه لإثنتان معا بدي أعشوف الثانتين معا شو بيأخذوا هلأ مريم كم ساعة بتشتغل أنا ما بعرف بس بعرف إنه إذا اشتغلت ساعة الأولى بدي تأخذ أربع دنانير إذا اشتغلت ساعتين بدي تأخذ كمان مبلغ أربع دنانير وأربعة تمانية إذا اشتغلت ثلاث ساعات أربع وأربع وأربع وأتناشر دينار وإذا اشتغلت أربع ساعات بدي تأخذ ست عشر دينار يعني كل ما اشتغلت زادت ساعة على ساعة أربعة ساعتين تمانية ثلاث ساعات اتناشر دينار أربعة ساعة ست عشر دينار هذا هيك شغل مريم طب هي كم ساعة اشتغلت انا ما بعرف بس هون شو ممكن احنا احكي انه انا هون بدل ما اجمع شو بدل استخدم عندك عملية الضل يعني ممكن انا احكي مريم عدد المبلغ لتتقضى على الساعة اللي هو اربعة دنانية طب كم ساعة بتشتغل مريم مش معروفة اذا رح اعملها سين سين هون بتعبر على عدد الساعات اللي اشتغلتها مريم اللي هي مجهولة عندي اذا المريم رح احكي عنها اربعة ضرب سين اللي هي اربعة سين ممكن نكتبها طريقة تانية طيب نيجي على عليا عليا نفس الشي الساعة اذا اشتغلت ساعة ده تاخد سدينة نير طب اذا اشتغلت ساعتين ده تصير 12 طب اذا اشتغلت 3 ساعات عليا ده تاخد 18 دينار طب كم ساعة اشتغلت عليا مش معروف عدد الساعات عدد الساعات اللي اشتغلتهم عليا برضو ممكن اعملها هيها صاد مش معروفة طيب كي بدي اعبر عن عليا بحكي يا عليا انتي بتاخد سدينة نير على الساعة عدد الساعات اللي اشتغلتها مجهولة اذا هي عبارة عن صاد ضرب ستة صاد ضرب ستة شو بتساوي عندي ستة صاد يعني ممكن اكتبها بطريقة تانية هاي الطريقة هاي الطريقة هلأ شو بحكيلي بدي اعرف التنتين شو عم بياخدوا باجي بحكيلو اذا بدو بدو يعرف عدد المبلغ اللي بتاخدوا مريم والمبلغ اللي بتاخدوا يعني بدي اخدهم بدي اعملهم عملية جمع هون انا بدي اجمع يا سادس فهون شو رح احكيلو عشان اريحو بحكيلو بدي اخد عدد الساعات او المبلغ اللي بتتقاضاه مريم اللي هو اربعة ضرب سائسين او اربعة سين بدي اجمعهم اجمع لهم شو ستة ضرب سات او ستة سات بهاي الطريقة او ممكن بطريقة تانية اللي هي بدأت تحكي ليها اربعة سين زائد ستة سات هاي التعبير الجبري اللي ممكن تعمله هيك واحنا بنعرف بيناتهم اشارة ضرب اذا اول شغلة طلعنا عدد الساعات التعبير الجبري لمريم اذا بالساعة بتاخد اربعة عدد الساعات اللي بتشتغلها مجهولة علي نفس الشي الساعة الوحدة ستة نانير كم ساعة بتشتغل الله هو اعلم بس انا بحكي لك كل ساعة كل ساعة بتاخد ستة نانير اذا ستة ضرب سات اذا التعبير الجبري صفه عندي اللي هي اربعة سين زائد ستة سات ننتقل الى السؤال الثاني صفحة 123 بحكي لي السؤال مضلع خماسي منتظم طول ضلعه سين اكتب تعبير جبري يدولي على محيط المضلع هل ها فيه شغل بدياكم تعرفوها يا خامس يا سادس عفوا انا المضلع شو يعني مضلع حكيت لكم بالصناعة السابقة انه المضلع هو عبارة عن شكل مغلق جميع اضلاع وقطع مستقيمة مربع مثلت مستطيل شكل خماسي شكل سداسي لازم يكون جميع اضلاع وقطع مستقيمة وشكل مغلق ها شروط المضلع شو يعني منتظم هلأ ممكن يكون عندي مثلا مضلع خماسي ما حكى عني منتظم مضلع خماسي ممكن يكون عندك قطع مستقيمة اطول من قطع مستقيمة يعني مش كمي جميع اضلاع ومتساوية مضلع مثلا ثلاثي بيجي هو عشكل مثلت بس تعرفوه المثلث مش جميع اضلاع احيان متساوية في عندك مثلت قائمة زاوية منفرج او حاد الزوايا هذا يعني مش جميع اضلاع ومتساوية اذا قل لك مضلع ومنتظم بدك تعرف انه كلمة منتظم انه جميع قياس اضلاعه متساوية يعني اذا عندك ضلع خمسة كل اضلاعه بدي يكون عندك خمسة اذا عندك ضلع ثلاثة كل اضلاعه بدي تكون عندك ثلاثة اذا عندك ضلع اثنين جميع اضلاعه بدي تكون عندك اثنين اذا ذكر لك انه المضلع بدي يكون عندك منتظم كلمة منتظم معناه جميع قياس اطوال اضلاعه متساوية لأنه في مضلعات حكيت لك ياها بل شوي ما بتكون أحيانا إذا حكى لك مثلا مضلع سداسي طب أنا ممكن أعمل قطع مستقيمة أطول من قطع مستقيمة وبيطلع معي عادي مضلع سداسي ما عندي مشكلة بس لازم نتميز إنه كلمة منتظم بالمضلعات يعني جميع أضلعه متساوية طيب محيط المضلع اللي هو هلأ دعتيكم إياه محيط مضلع أي منتظم هو عبر عن عدد الأضلع ضرب طول الضلع هلأ أول شغلة طول الضلع معطيني ياهاسين خلينا نشوف مثلا على هات المضلع المربع باجي بحكي لك أعطيني محيط المضلع لهذا الشكل اللي هو الشكل الرباعي قديش عدد أضلعه 1 2 3 4 بتقولي 4 يا ميس طب قديش طول الضلع مش معروف هذا من عندي أنا معطي كيال وعطيت كيال 3 إذا كتحط ضرب 3 بس أنا معطي كيال كيجي بتحكي لي ميس أنا عندي عدد الأضلع لهذا الشكل المربع 4 طول الضلعه سين مش معروف إذن هو عبارة عن 4 ضرب سين طيب لما أجي أحكي لك ميس بالديالة الخماسي هو طلبني أصلا لمين ده الشكل الخماسي له هاد الدية باجي بحكي لك يا ميس قديش عدد أضلعه 1 2 3 4 5 بتقولي ميس خمسة طب قديش طول الضلع الواحد ضربه سين يعني 5 ضرب سين طيب هاي خلصنا من الخماسي لو أعطيتك مضلع ثلاثي كم عدد أضلعه؟ ثلاثة طيب كم ضلع ديش طول الضلع الواحد اللي في عنده اللي هو مثلا صاد بتقولي ثلاثة ضرب صاد إذن أنا لما آجي أحكي لك بدي محيط المضلع وإحنا عرفنا المحيط هو عبارة عن الإطار الخارجي موجود عندنا بدي أعد الأضلع وأضربهم في طول الضلع الواحد هو طلبني بالسؤال مضلع الخماسي اللي إحنا رح ناخد على هاد اللي هو عبارة عن خمسة ضرب سين اللي هو خمسة سين لو أعطاني مضلع رباعي ربما ربما مضلع ثلاثي مضلع ثلاثي أنا بعيد الأضلع وأضربهم في طول الضلع الموجود عندي إذا كان موجود إذا مش موجود أعوده في متغير السؤال 3 صفحة 124 عبرت نبيلة عن التعبير الجبري 3 سين ناقص نصف صاد صارت تحكي نبيلة نصف العدد صاد نصف العدد صاد مطروح منه 3 أمثال العدد سين خلينا نشوف شو رأي نبيلة إحنا ما رح نطلع على حل نبيلة إحنا بنحله ونحول نشوف كيف التعبير رح تعمل ونشوف إذا حل نبيلة صح أو لا أول شغلة نعرف إنه 3 سين في بناتهم إشارة ضرب اللي هي 3 ضرب سين ناقص نصف ضرب صاد مش إحنا اتفقنا بين الثابت والمتغير في عنا إشارة ضرب يعني عليه هلأ إحنا صرنا نحكي اللي هي 3 ضرب سين ناقص نصف ضرب صاد هلأ شو كنا نحكي عن عملية الضرب ممكن إنه إحنا نحكي عن عملية الضرب أول شغلة ممكن أحكي عنها ثلاث أمثال العدد الموجود عندي أو ممكن نحكي عنه ثلاث مضروب في عدد أو كنا نحكي مثل عن ثلاث أضعاف العدد هذا كله أنا ممكن أمثله بعملية الضرب يعني ممكن أذكر لك أمثال أو ممكن أجب لك بالامتحان مضروب فيه أو أضعاف وهي كلها بتدل إنه أنا عندي عملية الضرب طيب أنا اخترت هاي اللي هي 3 أمثال العدد طيب نيجي على الشق التاني اللي هو نصف سين برضو أنا هون شوفي عندي نصف العدد صاد عفوا نصفي صاد اللي هو نصف العدد صاد إذن أنا عندي نصف العدد صاد هاي أنا عندي نصفي صاد اللي هي نصف العدد صاد طيب أنا هون عندي ثلاث أمثال العدد سين وهون الجهة هاي عندي نصف العدد صاد شو اللي الرمز الموجود عندي اللي هو الطرح طب عملية الطرح شو كنا نحكي عنه نعوضها بكلمة الفرق بينه أو نحكي مطروح منه صح هلأ منيجي نحكي هنا مطروح منه بدأ عوض عملية الطرح بكلمة مطروح منه خلينا نيجي نقرأها من اليمين إلى اليسار من هون لهون بدي أجي أقرأها خلينا نشوف كلام نبيلة صح ولا لأندبلش أقرأ من جهة اليمين ثلاث أمثال العدد أو العدد الموجود عندي بكلمة عدد يدل أنه أنا عندي متغير ثلاث أمثال العدد مطروح منه نصف العدد صاد نبيلة شو صارت تحكي نصف العدد صاد بلشتنا عندي معنى اليسار جبتها أول شي مطروح منه طب هيك صارت شغلة نبيلة عكس كانها عم تحكي لو بدي أمشي على كلام نبيلة كانها بتحكي لنصف صاد ناقص ثلاث سين هذا كلام نبيلة نصف العدد صاد مطروح منه ثلاث أمثال العدد صاد هذا كلام نبيلة هيك ترجمته طب السؤال شو في عندي أنا ثلاث سين ناقص نصف صاد إذا ماذا أقرأ أنا لازم من اليمين ثلاث أمثال سين ناقص نصف العدد صاد إذن كلام نبيلة خاطئ كلام نبيلة خاطئ والحل الصح اللي احنا بنقرأه اللي هو هايو هاد موجود عنا ثلاث أمثال العدد مطروح منه العدد صاد هذا الحل اللي احنا لازم نعتمده هيك بيكون انتهت حصتنا لليوم يا سادس بتمنى انكم تكونوا عن جد استفدتم من درسنا لأنه كتير مهم ولازم تعرف تتميز كيف تحول التعبير الجبري إلى تعبير لبضي الصورة اللبضية أو الصورة اللبضية إلى تعبير جبري يعطيكم ألف عافية وبتمنى انه عن جد تكونوا فاهمانين الدرس